ما أقصى حد الأفراد للإشتراك في الأطحية إذا كان الرجل وأهل بيته فتكفيهم شاه الرجل وأهل بيته الذين ينفق عليهم تكفيهم شاه والشاه تؤمن يطلق على الكبش والنعجة والجدي والعنز هذه الأرباع كل منها يطلق عليه شاه فشاه واحدة تكفي الرجل وأهل بيته أما إذا كانت الأطحية بقرة فيكفيه وأهل بيته أيضا سبع بقرة أو سبع ناقة وبالله تعالى التوفيق فإذن يجوز أن تشترك سبعة أبيات في أطحية متمثلة في بقرة أو في ناقة